عن خولة بنت حكيما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله الدامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من نزله ذلك في أكيهات فيقول إن البعض قد يقول هذا الدعاء حينما ينزل منزلا ثم يصاب بأذى فما الجواب عن هذا الجواب عن هذا أن إصابته بالضر ليس نقصا في الدعاء وإنما هو نقص في الدعاء وذلك لأن أمثال هذه الأدعية بمثابة السلاح والسلاح بضاربه وعلى هذا فقس